بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الآن بدنا نتحدث عن شابتر 2 في مادة الجنرال and organic chemistry فبدنا نشوف اللي هو بعنوان الاتومز موليكيولز and ايومز طبعا لا تنسوا دائما هذا الشرح خاص في أكاديمية لاميديكا وإمكانكم تتواصلوا مع أي مسائل التواصل الظاهرة عندكم في الشاشة إذن بسم الله نبدأ الشابتر طبعا جميل سهل ما فيه إشي معقد وإن شاء الله رح أقدم لكم إياها بأفضل وأبهى صورة ممكنة بداية جماعة لابد أن نتكلم كونه نحكي عن الاتومز والموليكيولز والعيونز أصغر شيء نحن نعرفه في القياه هو الاتومز فبدنا نعرف مكونات هذه الذرة الذرة مكونة من ثلاث عناصر رئيسية طبعا هي بشكل عام مكونة من نواة زي ما أنتوا شايفين هون هذه هي الذرة هذا التصميم الهندسي للذرة مكون من نواة زي ما أنتوا شايفين في الوسط في عندي نواة وحول هذه النواة محيط غمامة من الإلكترونات إذن هون كلاود هذا أفضل تصميم ومن خلال العلماء للذرة طبعا هذه هي النواة بداخل هذه النواة في عندي عنصرين العنصر الأول بروتونس والعنصر الآخر اللي هو النيوترونس بتنهتول بداخل النواة والإلكترونس بتسبح حول هذه النواة بشكل عام الألكترونات هون بتحمل شفنة سالبة خارج النواة أما بالنسبة للنيوكلياس فإذا بحكينا بتحتوي على بروتونس ونيوترونس بروتونس بتحمل شفنة موجبة أما للنيوترونس فهي متعادة الشفنة لا تملك شفنة طبعا معظم وزن الدرة قادم من اللي هو النواة يعني ثقل الذرة جاي من النواة النواة هي اللي تعطيها اللي هو الحجم أو الوزن الكل طبعا نبلخص للكلام اللي فرجيتكم يا رفضه شوي بحكي لي أنه الإلكترونس موجودة خارج النواة وتحمل شفنة سالبة بالنسبة للبروتونس موجودة داخل النواة تحمل شفنة موجبة طبعا بالمعتاد بالنسبة للنيوترال أتومس اللي نتكلم عن النيوترال أتومس وليس آيونس الفرق بين الأتومس والآيونس أنه الآيونس هي برعا ذرات مشحونة يتملك شحنة سواء موجبة أو سالبة بس هنا نتكلم عن النيوترال أتومس يعني العناصر بوضحها الطبيعي العادي أي ذرة ما عليها أي شحنة بيكون عدد الإلكترونات يساوي تماما عدد البروتونات نتكلم هنا عن عدد وليس شحنة بمعنى أن الإلكترون صحيح هو سالب والبروتون صحيح أنه موجب لكن كعدد متطابق يعني فيه 14 إلكترون مثلا في ذرة ما يوجد في نفس الذرة 14 بروتون طبعا هذا منطق لأنه هذا بوزوتيف وهذا نيجيتب حتى تكون الذرة متعادلة لازم يكونوا متساويين شأنما أجمعهم يطلعوا صفر يعني 14 موجب و14 سالب بالغبعات فبتصير الشفنة الكليية للذرة صفر إذن بتكلم عن Neutral Atoms طيق العنصر الثالثة التي تكلمنا عنه هو Neutrons موجود بداخل النواء أيضا لا يمتلك شفنه تمام؟ وبالنسبة للكتلة تبعته هي مشابهة لكتلة البروتون وليس عدد يعني Neutrons لا يساوي عدد البروتون بينما الإلكترونات تساوي عدد البروتون أما النيوترونات مشابهة في الكتلة لبروتون طبعا هذا التصميم اللي فرجتكم إياه وحكينا أنه معظم اللي هو وزن الذرة موجود فيه داخل النواء النواء هي الثقل الأكبر للذرة طيب ألا فيندي مصطلح آخر من سميل Isotopes الIsotopes الجماعة هي عبارة عن ذرات لنفس العنصر تمام؟ تمتلك نفس عدد البروتونات إذن 2 number of protons لكنها تختلف في عدد النيوترون تمام؟ طيب مثلا لو حكينا عن ذرة الكربون مثلا الكربون في إلها ثلاث مظائر مشتهرة في نظير الأول اللي هو 12 6 نظير الثاني 13 6 نظير الثالث 14 6 منلاحظ أن كلهم نفس العنصر نفس الرمز بتشابهوا بعدد البروتونات ويختلفوا في عدد النيوترونز طيب كيف أننا نعرف عدد البروتونز والإلكترونز والنيوترونز؟ هلأ فين دي رقمين بيكون موجودين على العنصر؟ ألا مهمة الأتوميك نمبر الأتوميك نمبر مثلا لو متحدث عن كربون هون نلاحظ فيه 12 6 إذن مين الأتوميك نمبر؟ 6 لأنه هو العدد الأسمر والعدد الكتلي بيكون بمثل العدد الأكبر وأيضا كمان ممكن ألاحظ أن الأتوميك نمبر بالعادي بيكون إنتجم يعني عدد صحيح ما فيه كسور يعني الكربون لو طلعنا عليها بالجذور الدوري راح نشاهد إنها 6 12.011 لاحظوا هذا فيه كسور هذا عدد صحيح وهو العدد الأسخر إذن هذا هو الأتوميك نمبر وهذا هو الماس نمبر طيب شو فائدة هذه الأرقام؟ شو ممكن أنا أستفيد منها؟ ألا بيحكينا إنه الأتوميك نمبر يا جماعة مرات برمزوله بالرمز زد زد يعني العدد الذري هو بيمثل عدد الإلكترونات وأيضا زي ما اتفقنا في الذرة المتعادلة يساوي عدد البروتونات إذن مثلا في هذه الذرة وين العدد الذري هو 6؟ إذن هذه الذرة تمتلك 6 إلكترونات وأيضا تمتلك 6 بروتونات هيك إحنا عرفنا من خلال الأتوميك نمبر عدد البروتونز وعدد لهم الإلكتروز طيب شو فائدة الماس نمبر؟ أو كيف ممكن أتحصل على العنصر الثالث اللي موجود في الذرة اللي هو للنيوترونز الآن القاعدة بتحكي لإنه عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات تساوي الماس نمبر يعني مثلا في الذرة اللي كانت قبل شونا نتكلم عنها اللي هي الكاربون 6 12 إذن اتفقنا أنه عدد الالكترونات هي 6 كونها هي العدد الأصغر اللي تمثل العدد الذري وأيضا كونها ذرة متعادل عدد البروتونات يساويها الآن البروتونات عرفنا إذن 6 زائد عدد النيوترونات يساوي الماس نمبر الماس نمبر اللي هو العدد الأكبر اللي هو عبارة على 12 لو عملنا حل لهاي المعادلة الرياضية رح نلاحظ أنه فيه عندي اللي هو الان 12 ناقص 6 وبالتالي عدد النيوترونات 6 إذن ببساطة عدد النيوترونات يا جماعة كيف ممكن أحصل عليه هو عبارة عن الماس نمبر ناقص عدد البروتونات اللي هو الأتوميك نمبر لأنه اتفقنا أنه الأتوميك نمبر هو نفسه عدد البروتونات هاي المعادلة يخليها في بالقل مثلا هذه الذرة وين العدد الذري العدد الذري يا جماعة هو الأصغر 11 إذن عدد الالكترونات هنا 11 إلكترون عدد البروتونات 11 بروتون طيب عدد النيوترونات بقول 23 ناقص 11 اللي هي بتعطيني 12 نيوترونا تمام؟ يعني بها البساطة بقدر أعرف اللي هو العناصر هاي اللي تكلمنا إحنا رأي إذن الآيزوتوبس لو رجعنا الآن إليها بعد ما أخذنا هذه المقدمة الآيزوتوبس يبرع عن ذرات لنفس العنصر تتشابه في العدد الذري اللي هو عدد البروتونات وتختلف في العدد الكتلي اللي هو جاي الإختلاف من عدد للنيوترونات فلو إيجينا على هذول النظائر التالي حتى نثبت هذا الكلام إني إيجي إلى الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات في كل واحدة منها بالنسبة للنظير الأول حكينا 6 6 12 ناقص 6 6 بالنسبة للنظير الثاني 6 إلكترونات 6 بروتونات 13 ناقص 6 بيعطيني 7 إذن هنا عدد البروتونات 7 وأيضا هون 6 6 8 إذن لو اطلعنا عليهم بشكل عام كلهم بتشابهوا بالعدد الذري زي ما إنتوا شايفين اللي هو نفس عدد البروتونات وباختلفوا في الماس نمبر هاي 12 13 14 فبهذا الإختلاف من المنجاي تحديدا من عدد النيوترونات بشكل عام إليهم تقريبا يعني نفس الخصائص الفيزيائية نفس الخصائص الكيميائية عقوا ليشلع لهم نفس العدد الإلكترونات دائما يا جماعة الإلكترونات هي المسؤولة عن الخصائص الكيميائية للذر يعني تشابه الذرات في عدد الإلكترونات معناته خلاني إنه أحكم على هاي الذرة إنها تتشابه بالخصائص الكيميائية تمام؟ طيب كل العناصر الموجودة في الجدول الدوري لها نظارة بس إحنا لو رحنا لعى الجدول الدوري رح نشاهد مثلا ذرة الكربون ما رح نشاهد ثلاث عناصر للكربون اللي هما النظائر تابعونها رح نشاهد فقط ذرة واحدة عنصر كربون واحد فهذا العنصر بمثل مين النظائر الثلاثة دول بمثل الـ 12 ولا الـ 13 ولا الـ 14 في الحقيقة هو بمثلهم كلهم لذلك هون بحكيلي أنه إذن الذرة اللي عندي موجودة في الجدول الدوري هي تمثل جميع النظائر لهذا العنصر من خلال قانون معين طبعا بيستطيع أنه يحسبوا الماس نمبر لأيل وهنا أيضا تطبيق على الكلام الحكينا أن الأتمك نمبر اللي هو الزيد يمثل عدد البروتونات وأيضا يساوي عدد الالكترونات بشرط أنه عندي ذرة متعادلة شو يعني ذرة متعادلة؟ يعني ما عليها شحمة بس لما أجي أحكي مثلا NA بلس هنا لا عدد الالكترونات لا يساوي عدد البروتونات كونه هذا مسميه آيون إذن الآيون هو عبارة عن ذرة عليها شحمة في الحالة هاي ما بتنطبق هاي الظاهرة أنه الالكترونات تساوي البروتونات لأنه صار بامتلك شحمة لأنه مثلا الصوديوم بالأصل كذرة متعادلة في عندي 23 و11 هنا عدد الالكترونات 11 وعدد البروتونات 11 وبالتالي هاي سالب وهاي موجب مجموحهم صفر طب كيف ممكن يصور المجموعة 11 إذا اختل عدد الالكترونات وبالتالي هنا رح يكون 10 إلكترونات و11 بروتون يعني 10 سالب و11 موجب مجموحهم بطلع موجب واحد اللي هو الشحنة الظاهرة على هذا الأيوم إذن الشحنة اللي ممكن تشاهدوها هي إما زيادة في عدد الالكترونات وبالتالي بصير سالب وإما موجب بتكون الإشارة وبالتالي نقصان في عدد الالكترونات يعني مثلا سيأل سالب الآن السيأل الطبيعية فيها 17 35 تمام وبالتالي في عندي 17 إلكترونز 17 بروتونز تمام من العدد الذري وانا مجموحهم صفر يعني 17 سالب و17 موجب هذه النيوترال ما عليها شحنة أما إذا كانت سيأل سالب فهي هنا مش حونة يا جماع ما نعلم ما يعني سالب يعني الإلكترونات تتفوق على البروتونات من مقدار واحد قلت لهندي يكون عندي 18 إلكترون و17 بروتون 18 سالب وموجب 17 بطلع عندي سالب واحد اللي هي الشحنة الظاهرة على هذا الأيوم هذا بشكل الآن بالنسبة للأيومز فنهوم نرجع الآن الأتميك نمبر اتفقنا عليها هي نمبر number of protons وهي نفسها تساوي الإلكترونات بس بشرط تكون الزرة متعادلة الماس نمبر بمثل البروتونات زائد النيوترونات زي ما تكلمنا وتلاحظوا الزرة مستبعه أيضاً A بالعادي regularly بيستخدموا A هي الماس نمبر والZ هي بتمثل الأتميك نمبر هنا في عندي مثال exercise بحكيلي عندي آيزوتوب X يحتوي ل 23 بروتون و 28 نيوترون بسألني هنا سؤالين what is the mass number فلنعرف الماس نمبر هو عبارة عن مجموعة البروتونات وللنيوترون وبالتالي لجمعنا 23 و 28 رح أحصل على mass number قيمته 51 طيب بحكيلي number two identify the element معناته بروح على الجدول الدوري وببحث من العنصر لإلى الماس نمبر 51 بيكون هو فبطلع الفناديو طريقة أخرى لمعرفة هذا العنصر من خلال الاتوميك نمبر طيب الاتوميك نمبر يا جماعة شو هو ما حكينا بساوي البروتونات أو الإلكترونات وأنا بعرف أنه حسب السؤال بحكيلي 23 بروتون إذن الاتوميك نمبر بيمثل 23 فلو رحت على الجدول الدوري وبحثت على عنصر له عدد ذري 23 و عدد كتلي 51 رح أحصل على عنصر اللي هو البناديوم و رمزه بيكا تمام هيك صار لنا فكرة عن عدد البروتونات والإلكترونات والبروتونات لن بدنا ننتقل إلى اللي هو موليكيولز بالأصل هو 2040 يعني الأتوميك نمبر 20 يعني الماس نمبر 40 يعني عدد الإلكترونات 20 عدد البروتونات 20 عشان هيك هذا سالب هذا موجب فبيلغوا بعض تطلع هذه صفر نيوترال طبعا النيوترونات ما رح تتأثر لأنه هي اللي هو ماس نمبر ناقص اللي هو عدد البروتونات فبالتالي 40 ناقص 20 صفة عندي 20 نيوترون أهون مثلا صار 2 بلس معناته مين الأكثر حتى يكون مجموحهم موجب 2 أكيد اللي هو البروتونات ويقول البروتونات 20 ما تتغير معناته الإلكترونات قلت من مقدار 2 إذن 18 سالب وموجب 20 مجموحهم موجب 2 يعني در بالكم دائما اللي بتأثر في الآيونات فقط هو الإلكترونات الذي يتأثر كعدد في اللي هم الآيونز هو فقط الإلكترون إما إنه بزيد عن العدد الذري بمقدار الشفن الظاهر على الآيون أو بقل بنفس المقدار الموجود كشفن على الآيون طيب الآن بدنا نحكي عن الكوفيلانت بونز أو الكيميكال بونز اللي هو واحد من أنواعهم اللي هو الكوفيلانت بونز والنوع الآخر اللي هو الآيونيك بونز إذن في إنا two kinds of كيميكال بونز في إنا نوعين في إنا شو الفرق بينهم كيف أميز ومتى بيكون في عندي هذا النوع متى بيكون عندي هذا النوع الفرق بالنسبة لما بين الكوفيلانت والآيونيك الكوفيلانت هي الرابطة التساهمية أو التشاركية بسموها أحيانا جاي من كلمة شيرينج إلكترونز يعني ذرة هيدروجين مثلون وذرة هيدروجين حتى يعملوا رابطة بين بعض هاي بتقدم إلكترون وهاي بتقدم إلكترون إذن كلاهما شارك في عملية بناء هذه الرابطة والتالي هذه الرابطة بنوصفها إنها كوفيلانت بونت وكيف أميز النوع هذا؟ وين بيكون موجود؟ هذا بيكون موجود بالنانميتلز يا جماعة إذا كان عندي نانميتلز فقط معناته الرابطة كوفيلانت بونت طيب مين هم النانميتلز؟ لو رحنا على الجدول الدورية جماعة جدول الدورية رح يكون شكله بهذا الشكل يعني رسمة تقريبية عشان تتصوروا كيف هو يقدر يدكترون هلا في عندي هنا عناصر هذول من سلمي هم ميتالويدز هلا رح فرجيكم جدول دوري ميتالويدز اللهم أشباه الفلزات هذول أشباه الفلزات يعني خصائصهم بتكون مزيج ما بين الفلزات واللافلزات على يمينهم هذا الجزء اللي هون هم النانميتلز وعلى يسارهم هذول كلهم ميتلز إذن أنا استطعت من خلال الجدول الدوري أحدد من الميتلز ومن النانميتلز من خلال الميتالويدز إذا حددت الميتالويدز عيامينهم نانميتل وعلى يسارهم متل طبعا باستثناء الهايدروجين بالبلتون الهايدروجين يقع على يسار الميتالويدز هو هون يتربع على رقم واحد هلا هذا يعتبر نانميتل الهايدروجين يعتبر هو الوحيد اللي جاي على يسار الميتالويدز ونفس الوقت هو نانميتل أما باقي العناصر اللي عيسار الميتالويدز فهم بالمجمل متلز بشكل نعم طيب إذن النوع الأول اللي هو بيدي يكون مزيج من هذول العناصر اللي على اليمين خلينا أفرجيكم جدول أنا حتى يعني الصورة توضح أو نعرف مين هم الميتالويدز هاي هون بريديك تيبل شايفين هذا الدرج الموجود هنكم أو أمامكم هون هذا الدرجة جماعة هو الممثل الفاصل ما بين النون ميتالز والميتالز بشكل عام الميتالويدز هم البورون والسيليكون والجي إي والأي أس والتي إي والأس بي وأحياناً بيعتبروا الأي تي كمان من ضمنهم إذن هذول لو إجينا نعدهم رح نلاحظ إنهم عبارة عن سبعة من العناصر وهذول بمثله اللي هم الميتالويدز يجمع هذا بمثله الميتالويدز دائم وبالتالي طبعاً في بعض الكتب ممكن يعتبروا بي أو يعني هذول اللي بيقبعوا على الدرج شايفين هذا الدرج يعني الخط العريض هذول بمثله الميتالويدز إذن على يمينهم اللي هو زي الكربون نيتروجين أكسجين فلور إلى آخره كل هذه العناصر الموجودة هنا هذول عبارة عن نان ميتالز وهذول اللي على يسارهم طول أيهم باستثناء الهايدروجين ميتالز تمام؟ هذا نان ميتال اتفقنا إذن إذا كان المركب تبعي مكون من نان ميتالز فقط بتكون الرابطة الموجودة هي كوفيلان بونت زي ما اتفقنا هذول إذن هيك استطعنا معرفة ما معنى الكوفيلان بونت كونها رابطة الساهمية وتشاركية معنى المتارتين بقدموا إلكترونات حتى يصنعوا هاي الرابطة كيف أميز هذا النوع؟ يحتوي لنان ميتالز وعلمتكم كيف يتحددوا هذا الشيء أما بالنسبة للأيوني هنا باختلف الموضوع أولا كيف أعرف أنه في عندي أيوني يكون عبارة عن متل زائد نان متل يعني المركب تبعي يكون مكون من متل ونان متل يعني مثلا نا سي لو رجعنا للجدول الدوري رح نلاحظ أنه الان اي ويقع على يسار الجدول الدوري وبالتالي هو متل والسي هي نان متل إذن فورا بقول بأنه هاي الرابطة ايوني يدول ما أفكر فورا طيب كيف خصائص الايوني يعني شو هي الايوني هلأ بالايوني هون رح يصير عندي إشي مختلف عن الكوفيلان في الكوفيلان تجمع كل الذرتين اللي صنعوا الرابطة شاركت في الإلكترونات هنا لا المتل حيفقد إلكترونات لنان متل فقط هاي هي طبيعة الرابطة يعني هنا النان متل قاعد شيخ شباب والمتل بيقوله خذت هي الإلكترونات فقط يعني هنا الدفع من الإلكترونات قادم من المتل إلى النان متل فقط هناك الكلاه هما بيشارك في مناع الرابط فهذا بسموه transfer of electrons بمعنى الإلكترونات انتقلت من المتل إلى النان متل وللنتيجة لهذا الكلام المتل رح يصير شوفتها موجبة إنها فقدت إلكترونات للنان متل والنان متل رح يصير شوفتها سالبة كونك تثبت الإلكترونات عشان هيك الموجب نسميه كاتايون الكاتايون يعني يحمل شوفتها موجبة ونتيجة لإنه فقد إلكترونات أما الأنيون فهو بمثل النان متل طبعا هذا المتل لإنه فقد وهذا النان متل لإنه اكتسب هذا بيحمل شوحة سالبة لأنه اكتسب إلكترونات هيك بكون ميزت أنواع الروابط لو أجاني أمتل في الامتحان مفروض أنه عندي القدرة الآن أميز مين للمركبات بيعمل آيونيك ومين منهم بيعمل كوفيلو بحكي لي هون أسيرتين عايزيتور إكس تحمل شحنة موجبة طبعا لازم تكون هون محتوى 54 إلكترون و 78 نيوترون شو المطلوب بده الماس نمبر هلأ نحن نعرف أنه الماس نمبر يا جماعة هو عبارة عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات عدد النيوترونات أعطانيه ما بيتغير أصلا سواء كان آيون ولا أتم النيوترونات ثابت مين اللي بتغير فقط الإلكترونات يعني الإلكترونات هذول فعليا مش هما الرقم الفعلي للأكس بدون الموجب لأنه صار عليها موجب شو معنى موجب واحد يعني فقدت إلكترون حتى صارت تحمل شبنة موجبة يعني الإكس في الأصل الإكس في الأصل كم إلكترون فيها بدي يكون بالأصل 55 نتيجة فقدان هذا الإلكترون صار عندها 54 وصلت فال55 إلكترون هما نفسهم اللي بيساولو البروتونات في الوضع الأصلي يعني فعليا الإكس تمتلك 55 بروتون و54 إلكترون هذه الموجبات وهذه السالب اجمعوهم يصفي عندي موجب واحد وهو الشقن الظاهر على هذا العيزوتوم إذن استنتجنا أن عدد البروتونات هناك 55 الآن الآن بجمعوهم مع 78 بحصل على 133 اللي هو الماس نمبر إذن ضروري أنه أفهم بالنسبة للآيون كيف يمكن أتعامل مع عدد الإلكترونات أو البروتونات البروتونات يا جماعة ما بتتغير مين اللي بيضل يتغير فقط الإلكترونات فأنا بحكي لي سؤال نظرية دالتون وصفة الذرة وصفة الذرة بشكل عام فمن ضمن خصائصها إنه حكى هذا العالم إنه هذا العالم حكى إنه الأناصر مكونة من جزيئات صغيرة تسمى الذرات فهذه واحدة من بنود نظرية دالتون تمام أو لا كلهم نظرية دالتون الأربعة بس هو شو بحكي السؤال بقوله مين من الجمل فيما يخص نظرية دالتون لحد الآن أو حاليا بيعتقدوا إنه صحيح يعني مش كل نظرية دالتون صحيح هو في عصره كان شايف إنه هذا الكلام صحيح لكن لما تطور الإلم تبين إنه لا والله في أشياء مش صحيحة في نظريتك فهون بيسألني مين من هذول البنود من نظرية دالتون صحيح الأولى elements are made of tiny particles called atoms صحيح الثانية خاطئة هي بند من بنود دالتون أي نعم لكنها خاطئة كمفهوم آخر أجا خرب على هذا المفهوم فهون هو بيقول دالتون إنه كل الأتون لنفس العنصر متماثلة هذا الحكي غير صحيح ليش غير صحيح لأنهم يا جماعة اكتشفوا إنه فيه إنه النظائر قبل شوي حكينا فيه إنه نظائر ونظائر يا جماعة تختلف من ناحية الخصائص بشكل اتفقنا تختلف من ناحية الخصائص وبالتالي إذن الآيزوتورس غير متشابهة بشكل عام إذن هاي الجملة خاطئة الجملة الثالثة بيحكي لي A given compound always has the same relative numbers and types of atoms هذه صحيحة 100% معنى أنه المركبات تحتوي على نفس الأعداد والأنواع من الذرات لنفس العنصر كنسبة بناتو أما الجملة الأخيرة فيها جملة خاطئة لأنه يحكيين أنه الاتوم are indestructible يعني غير قابل للهدم الذرات غير قابل للهدم يعني ما بتنهدم ما بتتغير وفي الحقيقة العلماء لما اكتشف الذرات لهم سلوك إشعاعي يعني نيوكليير نيوكليير يعني نووي زي المفاعلات النووية زي يوراني وعلى شي واجد أنه هاي الذرات ممكن تتحلل يصرها ديكاي تتحلل يا جماعة تحلل وتتحلل لذرات أخرى معنات إذن الذراء قابل للتكسر أو قابل للتحلل بمعنى تتحول لذرات أخرى إذن هاي ثبت إنه الجملة هاي أو هاي خاطئة فيما يخص العلوم الحديث الآن البردكتابل بدنا ناخد تصور عنه طبعا حكينا عن المتلز ومن المتلز ومواقع في الجذور الدوري الآن البردكتابل بشكل عام ومقسم لجزئين أو قسمين بشكل عام فيش نسميه groups أو families وهو بمثله العناصر اللي هم البردكتابل يعني الأعمدة هذا عمود الأول هذا العمود الثاني الثالث إلى أكثره نلاحظ إنه فيه vertical column يعني خط عمودي يعني إنه 18 group في الجذور الدوري وفي عند الصفوف الأفقية اللي هي منسميها periods 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 يعني دورات اللي هو الخطوط الأفقية اللي هي هاي يعني هي هي واحد هذا خط ثاني خط ثالث وبالتالي إحنا حسب الجذور الدوري رح نلاحظ إنه فيه 7 periods إذن في الجذور الدوري فيه سبع دورات و 18 groups تمام 18 مجموعة و 7 دورات طيب على أي أساس حطوا العناصر بنفس الجروب حطوها بنفس الجروب لأنه إلها نفس الخصائص الكيميائية يعني مثلا هذول العناصر الموجودة في المجموعة الأخيرة مثل الهيليوم والنيون والأرغون والكريبتون كلهم بتشابه في نفس الخصائص الكيميائية فوضعوهم تحت بعضهم إذن العناصر اللي بيكونوا بنفس المجموعة لهم نفس الخصائص الكيميائية بالنسبة للمجموعة الأولى طبعا إحنا استثنين الهايدروجين لأنه الهايدروجين يعتبر نان متل وبالتالي هو مخالف للعناصر اللي تحت هو الوحيد المخالف للعناصر اللي تحت لأنه هو نان متل بينما اللي تحت الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والأربي والسيزيوم والفرانسيوم كلما هذول بيكون لهم نفس الخصائص الكيميائية برضو أحيط لنكم لنقطة كثير مهمة أنه في عندي تقسيمين لجروبات الجدول الدوري نعرف هذا إذا ترجيتكم أنه 18 بدءا من 1 ثم 2 ثم 3 4 لحد ما أوصل 18 هذا اللي هو النظام الحديث لتقسيم الجدول الدوري في عندي نظام قديم وبصراحة بهمني أنا هلا رحكي لكم ليش لما ندخل في تسمية المركبات النظام القديم قسم الجدول الدوري لقسم شايفين هذول اللي باللون الأورنج هذول اسمهم transition هذول بسموهم group B group B وما دون ذلك يعني على يسارهم وعلى يمينهم بسموهم group A group A وهذول كمان group A إذن في قسمين حسب النظام القديم group A وgroup B وبالتالي لو أجي بدأ رقم بقدر أقول 1 A 2 A بعدين بقفز لاحظوا 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A هذا النظام القديم وهذا النظام الحديث أو أنا بفضل القديم صراحة لسبب رح تعرفوه لما نتكلم عن النهم طبعا رح يصير في عندي الgroups دول 18 لو أدتوهم رح يصير عندي 8 groupات ل A تمام و 8 من A و 10 من B له مجموح هم رح يطلع 18 من تمام طبعا فيه مسميات طردو لازم تعرفوها مثلا عناصر المجموعة الأولى بدون الهايدروجين تسمى الكاليميتلز تمام عناصر المجموعة الثانية تسمى الكالاين هذا حفظ عناصر المجموعة السبعتاش أو سبعة A اللي سمناها بالمسمى القديم بسموها هالوجينز وعناصر المجموعة الرقم 18 أو المجموعة 8 نسميهم النوبل جازز اللي هم العناصر الخاملة أو النبيل الغازات النبيل في عندي أيضا هدول الصفين اللي تحت هدول من سميهم لانتي نايت والصف اللي تحت أكتي نايت اللي هدول بالحقيقة المفروض يكونوا هون لاني هاد سيكون هون الصف كامد بين هذا العنصر هذا العنصر كامد وهاد المفروض يكون هنا بين الAC والRF لو بننحطهم هيك بصير الجدول الدوري عريض كتير فمرتقوا أنه نزلهم لتحت حتى يرتبوا شكل الجدول بالدليل على كلامي لو اطلعنا على الاتوميك نمبر هون 57 ثم هون 58 بينما هون اللي بدأ أروح مباشرة 57 72 وواضح فيه فجوة وين هاي الفجوة يا تحت 57 58 59 لحد كم 71 بعدين برجع هون اللي هو 72 وبكمل عاد أيضا هون نفس الشيء هون 89 104 طب وين راح القفزة هاي 89 هون لحظة 90 91 لحد 100 كم 103 ثم برجع هون اللي هو 104 طبعا هذول العناصر اللي تحت مش مهتمين فيهم كثير لأنه مش تخلين معاكم لأنكم مش من أهل التخصص الكيميستري طبعا الآن بدنا نتحدث عن الشحنات اللي ممكن العناصر تتخذها واتفقنا أن الشحنات تظهر على الأنصر نتيجة لفقدان الإلكترونات أو تكساب هاي الإلكترونات فبالعادة جروب 1A هي المجموعة الأولى اللي سبناهم الكالي ميتلز تميل أنها تفقد إلكترون واحد وبالتالي بدي يكون الشحنة الكلية تبعتها موجب واحد إذن هاي بتميل لذلك صارت الشحنة تبعتها موجب واحد أما المجموعة الثانية 2A فيبتميل أنها تفقد إلكترونين وبالتالي رح تكون الشحنة الظاهر عليها موجب اتنين بدنا ننتبه يا جماعة أنه الميتلز بشكل عام حكينا بتميل أنها تفقد لأنه تكلمنا عن الآيونيك بونتز وبالتالي هذول سبناهم كاتايونز يعني آيونات موجبة ليش لأنه بيفقدوا إلكترونيك إذن لوز إلكترونز بالمقابل النان متالز اتفقنا عنهم آيونز يعني بحكم لشبه سالبة وبالتالي هذول جين إلكترونز يمتلكوا إلكترونيك ياخذوا إلكترونيك فدليل على هذا الكلام اللي هم الهالوجينز لهم مجموعة سبعة هذول بيميل أنهم يكتسبوا إلكترون وبالتالي بيكون شحيتهم ناقص واحد وأخيرا النوبل جازز بدنا نعرف أنه تشارج سبعتهم صفر ومن هون أصلا سموهم إينار جازز في بعض المراجع يعني غازات خاملة بمعنى لا بتحب تفقد ولا بتحب تكتسب قاعدة بحالها وأصلا هي العناصر المستقرة فكل العناصر بتصير شبيها فيها من ناحة الاستقرار عشان هيك بتعمل روابط يعني مثلا الان اي في الوضع الطبيعي في عنده 11 إلكترون النيون هو عنصر نبيل هي 10 إلكترون هلا هذا عشان يصير زي النوبل جازز لازم يفقد 1 إلكترون بصير عنده 10 إلكترون وبالتالي بصير شبيه في تركيب الذري للنيون مثلا الماجنيزيوم في 11 إلكترون مثلا النيون زي ما كان لنا في 10 وبالتالي هذا حتى تصير شبيه للنيون قداش بدي يفقد لوس 2 إلكترون شنكش انه تبعته موج ب2 وهذا موج ب1 فبصير عنده مج 2 بلس وعدد الإلكترونات في 10 إلكترونات فبصير شبيه في النيون وهكذا إذن كل العناصر سواء فقدان أو اكتساب بتحب إنها تمين لمين لصير إنها شبيه في النوبل قاسس الآن ندخل في جزئية الأهم في هذا الشابتر الحقيقة هي جزئية التسمية المركبة الآن أربع أنوار سنتكلم عنهم البايناري يقسم لقسمين وفي عندي اللي هو النن بايناري اللي بيكون في أكثر هلأ بايناري معناها 2 يعني مكون من جزئين مكون من عنصرين بايناري من 2 لما تشوف كلمة باي مش باي يعني باي باي اللي هي P-I P-I هذول معناهم 2 تمام أو D-I طبعا بس باي معناها 2 يعني هذا نتكلم عن مركبات تحت بعلا عنصرين هذا النوع الأول من قسم لقسم وفي النوع ثالث وفي النوع رابع هيك من نكون خلاص نتشاتر إذا درسنا هذول الأرواح خلينا نبدأ واحد واحد البايناري كومباونس تنقسم لقسم النوع الأول وهذا النوع الثاني النوع الأول بايناري ايوني كومباونس طيب راح تقول يا دكتور كيف ما نعرف إحنا أنه آيوني ما حكينا هو مكون من متل ونن متل والنوع الثاني كومبايناري كومباونس يعني مكون من عنصرين وهذول العنصرين شو ما لهم نن متل فقط وهي كمان أشرنا إلها سابقا لما حكينا عن الباونس نبدأ من نوع الأول كيف ممكن نسمي تايب أولا ديكون بايناري يعني مكون من عنصرين وخلي في بالكم نقطة كتير مهمة أن الأناصر في الجدول الدوري إذا كانت مكون من حرفين مثلا زي الأن اي لاحظوا مكون من حرفين الصورة ما بقول two elements هذا one element ليش شو عرفني إنه بدأ بكابتل والثاني small لكن لو مثلا C capital O capital هذا عبارة عن two elements ليش لأنه 2 capital طيب لو كان C capital O small يصير one element وضحة الفكرة إذا دائما بدي أنتبه إذا كان مكون capital small عنصر capital capital يعني عنصرين فهون مثلا CO هنا O ملك يعني لنفس العنصر وليس أكسجين أهلا تعني أكسجين هذا عنصر الكوبلت هنا لأ هذا كربون وهذا أكسجين ليش لأنه اثنين كابتر إذن البيانري مكون من عنصرين يعني مثلا هل هذا باينري هذا ليش باينري ليش باينري لأنه هذا مكون من أكثر من عنصرين لأن إيه عنصر سي العنصر والأكسجين عنصر آخر وليس باينري إذن البيانري مكون من عنصرين فينا طب الايونيك تفقنا الايونيك بيكون مثل ونن مثل خلص هيك صرنا فاهمين كيف نحدد إذا كان السؤال اللي بين إيدي من النوع الأول طيب х обязательно فكرته أنه الكتيون ما هو الجزء اللي على اليسار بدي كون اللي هو المثل لأنه قلنا الايونيك هو برعا المثل على اليسار بيكون ونن مثل على اليمين فالكتيون هو المثل اللي بيكون على اليسار والأنيون هو النن مثل اللي بيكون على اليمن ببساطة شديدة اختصارا لهذا الكلام كله تمام نسمي المثل كما هو تمام زي ما هو ثم نسمي الجزء اليمين اللي هو الانيون أو الانيون المثل لكن يضعف إليه إيش IDE نخدمي فعل NACL الآن هذا بايناري نعم هاي عنصر وهذا عنصر كابتال سمول كابتال سمول إذن باينار هل هو أينك نعم مثل وهذا ننمتل إذن خلص نستخدم هاي الطريق الان ايه منسميه كما هو موجود في الجدول الان ايه هو الصوديوم نحكي صوديوم لن يجي للانيون اللي هو البارتل اليمين اللي هو الننمتل هذا بالجدول الدولي اسمه كلورين بس إحنا اتفقنا أنه يضعف إليه إيش IDE بصير كلورايد كلورايد ثم مثال آخر مجي أو بايناري آه والله بايناري هذا عنصر وهذا عنصر طيب هل هو آيونك نعم هذا متل وهذا ننمتل إذن هذا بسميه كما هو الامجي ومجنيزيون ثم هذا أكسجين موجود في الجدول الدولي وبالتالي بصير أكسايد إذن يضعف إليه IDE حتى يصير في هذا الشكل نأخذ أمثلة هون طبعاً دائماً تحقق أنك انت ضمن طيب 1 لأنه كل طيب إلو طريقة مختلفة كي سي أل هو بايناري آيونك هون كل ما دول الأمثل الثلاثة وهو بايناري آيونك كومباونز وبترك لكم الخيار إنكم تتأكدوا من هاي المعلومة لأنه علمتكم كيف ممكن أعرف هذا النور إذن الأول يسمى كما هو قوتاسيون الجزء الثاني نحط له IDE زي ما أنتم شاكين فبصير كلورايد هون MG يسمى كما هو المقطع الثاني بغض النظر عن الأعداد الأعداد ما بهتم فيه هنا نجم إنه الأول خاص اتفقنا الجزء اللي على اليسار الأنصر بسميه كما هو والجزء اللي على اليمين يضاف إليه IDE مع تحديل الشكل كلورين بصير كلورايد أكسجين بصير أكسايد برومين بصير برومايد هو نفس الشي كالسيوم أكسايد هذا بالنسبة للنوع الأول وهو سهل وفهمنا كيف نعرف النوع ضروري يا جماعة نعرف كيف أعرفنا أنه نوعه هي حتى نقدر نتبع هاي الطريقة النوع الثاني يا جماعة هو binary يعني مكون من عنصرهم وهو أينا تمام طيب هذا شو بيختلف عن النوع الأول طيب هلا قلتنا بايناري آيونيك هذا ليش بايناري آيونيك من تايب 2 وحو تايب 2 يا جماعة وبدي تكون مثل نفس اللي فور يعني دكون مكون من مثل زائد نون مثل طيب كيف أميز بينه وبين النوع الأول كيف طريقة تسميت ببساطة شديدة شوفوا كيف النوع الأول بنرجع عليه حتى نأكد هاي معلومة وأنا تركتها حتى نرد نرجع لها هنا كتب لي كلمة جوهرية ألا وهي مونو أتوميك كاتايون شو يعني مونو أتوميك كاتايون يعني فقط بيكون إله شوفنا محددة زي الكاليميتات زلو مع ناصر المجموعة الأولى خلاص دائما موجبات تمام اللي هون بالجدول وعناصر المجموعة الثانية دائما موجب اتنين خلاص هذول بفضلوا أنهم يكسبوا اللي هو اتنين زي ما هون هذول مونو أتوميك كاتايون مونو أتوميك كاتايون مونو أتوميك كاتايون خلاص هذول تتتين بتغيروش ما لهم مش أكثر من شوهرية ما بفضلوا أنه يفقدوا مثلا زي بعض الذرات ما بفضلوا يفقدوا الكترونين أو واحد أو ثلاث في أكثر من احتمال لشوهناتهم لا هم فقط بفقدوا دائما الكترون المجموعة الأولى وبالتالي بتكون شحنتهم موجب واحد لهم لألكالي مثلا المجموعة الثانية خلاص دائما بتحب أن تفقد اتنين بس هذا اللي نقصد فيه النوع الأول طيب بالنسبة للنوع الثاني لا بيكون فيه عناصر ممكن تحتمل أكثر من شحنة طيب أنا رح أبصدكم إيها أكثر بس أنا بفهمكم بصراحة شو معناها هلا هون يا جماعة لو أجينا للجدول الدولة تتذكروا حكيت لكم أنه التقسيم القديم أنا بحبه أكثر من القديد لهو 1A 2A 3A إلى آخره إلى حد 8A وسمينا اللي بالوسط B إذا متذكرين اللي هم عشرة مجموعات إذن هدول A وهدول A مظبوط تم فالنوع الأول خلينا نتفق إذا كان متل من A هذا type 1 اللي هو هلا اللي شفناه إذا كان الفلز من A بنسبة 90% أنا بدي أسهل عليكم بنسبة 90% هو من النوع الأول وإذا كان النوع الثاني بيكون متل من B خلاص هاي ريا إذن النوع الثاني هو متل B والنوع الأول متل A إذا كان من متل من A بمشي زي ما اتفقنا قبل شوي إذا كان متل من B هلا رح أقلمكم طريقة أو طريقة تسميته بس في نحظة لاحظتوا أنه أنا قلت لكم 90% ما تفي 10% شو هدول 10% exceptions لا مش exceptions بس هدول أو خلونا نسميهم exceptions ما في مشكلة هلا ده ميز لكم هلا هاي ده فرجي متل A حكينا هم متل Oils هدول هاي الجنبول الدوري من لاحظ متل A زي مين يعني هاي هم متل A جنبول متل A طبعا هدول كلهم متل عيصار الدرج زي ال I ال N ال 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 B R اليوم المبني سميل عشر هذول كلهم متل على هذ متل من B صح أهد متل من B هذ متل من B تمام هذول من النوع الثاني إذا شون ربح للنوع الثاني أما هذول شون ربح للنوع الأول النوع الأول ال lend نوع الأول الرصاص هو هذا والبزموث يعني هدو ضيفوهم ل بي يعزي كان هم موجودين في جروب بي إذن الخلاصة لدي أحكي لكم إياه النوع الأول هو بايناري مكون من عنصره متل ونن متل حتى يكون آيوني إذا كان المتل من ايه باستثناء الاس ان والبي بي والبي اي من سميه زي ما هو كالسيوم ماجنيسيوم باريوم سيزيوم ألمينوم ما بهمني والمقطع الثاني اللي هو النن متل بضف له IDE كلورايد نايترايد سالفايد فوسفايد كلورايد برمايد ايودايد كلورايد سالفايد سيلينايد تمام والنوع الثاني اللي هو بايناري ايونيك بس تايب 2 بايناري يعني مكون من عنصرين تاي ايونيك يعني متل ونن متل فكيف اما يزال نوع الاول بيكون متل من بي يعني من وسط الجدول زي ايرون ايرون كوبلت نيكل كبر منجنيز كروميوم فناديوم الاخرين وزيدوا عليهم لهم العناصر هدول الثلاثة العناصر الثلاثة ايوني مرة اخر هدول هم الاسأن اللي هو التن قصدير البي بي هو الليد الرصاص والبي آي هو البزمث هدول تخيلوهم من نوع بي يعني اذا كان المركب بيبدأ بواحد من العناصر الثلاثة او واحد من هدول اللي هو بي بيكون من تايب 2 فكيف نسمي تايب 2 بعد مثلنا كيف نحدد انه نضمن النوع الثاني له نفس الطريقة الاولى صراحة لكن يجب وضع لازم نحط الشحنة تبقيتها بالروماني الرموز الروماني الرموز الروماني هي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني اذا عرفت شحنة هذا العنصر يجب كتبه بين قوسين بالرقم الروماني كيف اعرف شحنة غروب 1A اتفقنا بلاس 1 غروب 2A بلاس 2 تمام الثلاثة 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 بي ممكن يحتمل انه يعملوا اكثر من شحنة عشان يحطوهم بنوع خاص كيف اعرف تعالوا نشوف الثلاثة مثلا هذا اللي هو الممكن انه يعملوا بلاس 1 اول اشي بايناري او الا بايناري هذا مثل او الا مثل طب من ايه لا هذا مثل من بي اذا هذا يقينا طيب 2 طيب بسميه شو اسمه كبر لعن كونه من النوع الثاني لازم نعرف شو مثله ونحطه بين اقواس بالرقم الروماني ثم البي اار برومايد سيء النوع الأول يعني شو اختلف النوع الأول والثاني عن بعض أنه النوع الثاني والله حطينا الشفنة بين أقوص النوع الأول فيش داعي أعرف الشفنة وأحطها بين أقوص ما في داعي طيب كيف أحسب الشفنة وكيف أعرف الشفنة يا جماعة ببساطة يدي أقلمكم هاي الطريقة السريعة ألا هذا هو الجذب للدوري هاي شفنتها المجموعة الأولى بلاس 1 دائما بلاس 3 مجموعة الثالثة A بلاس 3 الرابعة بممكن بلاس أو مينس 4 مش مهمة كتير هاي مينس 3 مينس 2 مينس 1 صفر نتذكر هاي 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A وأخيرا 8A طبعا الجروب B ما منقدر نحزار قداش الشفنة وأصلا عشان هيك لازم نعرف شفنتهم بناءا على المثال الذي يغطى ونحطه بين أقواص فهمتوا ليش أصلا تايب 1 ما منحط الشفنة لأنه شفنته ثابت إليه شفنة واحدة فقط أما تايب B اللي هو النوع الثاني ممكن يكون له أكثر من شفنة ممكن يكون بلاس 1 ممكن يكون بلاس 2 بلاس 3 لازم نحدد أي شفنة من الشحنات حسب المثال المذكور في السؤال فنيجي هون مثلا طبعا الطريقة سهلة جدا بدي أعملها زي معادلة رياضية أول شي كم عدد ذرات السيو في الصيبة ذرع واحد بفترض شحنته X لأنه أنا مجهولة بالنسبة لي الشحنة تابعت السيو الآن زائد ننتقل للذرات البعديها كم ذرات من البي أر والله واحدة ضرب شحنة البي أر بجيبها من وين من الجدول الدوري لو رجعنا على الجدول الدوري بطلعه بفلور فلور ثم بيرار إذن البي أر هو بالمجموعة 7A وبالتالي شفنة ناقص واحد إذن 1X زائد 1 تايمز ضرب ناقص واحد اللي هي شحنة البي أر وتساوي صفر لأنه المركب لا وجود لشحنة علي الآن بحل المعادلة الرياضية بتصير X ناقص واحد تساوي صفر ومنها X تساوي واحد إذن شحنة السيو واحد بحطها بالطريقة الرومانية إذن عصايبة فلينا نشوف أمثلة أكثر FES يعني بايناري أو لا بايناري مكونا من عنصرين نوع أول بلا ثاني والله هذا ما من بيه إذن هذا النوع ثاني يعني لازم أفسب شحنته ولازم أضحها بين أقواس تمام تمام اسمه آيرون لازم أحطه بين أقواس والأسكا المعتاد بنعطيه IDE هو سلفر بصير سلفا طيب ضل أحسب الشحنة ألا كم ذرة FI عندي وحدة فافترض شحنتها X مش معروفة زائد فانتقل للذرة الذي تليه كم ذرة وحدة مظبوط الأس في منها واحد تمام الآن جداش شحنة الأس نرجع على الجدول الدوري الأس موجود في المجموعة السادسة تحت الأكسجين والوجموعة السادسة اتفقنا أنه شحنتها كم ناقص 2 إذن واحد ضرب ناقص 2 يساوي صفر ومنها X ناقص 2 تساوي صفر ومنها X تساوي 2 إذن هون بحطه عصائتي أنا تشحنة الأثئي في هذا المثال موجب 2 نشوف هذا المثال ونلاحظه بايناري أو اللا بايناري مكون من نوعين من أنواع الزر مش تقولوا لي طب هاي أوتو وحدة ثلاث لا أنا بتكلم عن أنواع هنا نتكلم عن نوعين نوعين من الذرات BB عنصر الأو عنصر نوعين أنا بايناري بتكلم طيب BB من B لا والله من إيه النوع الأول لا رغم ذلك هو نعتبره من النوع الثاني ليش إذا بتذكروا أنا قلت لكم في ثلاث عناصر موجودين في A من الفلزات نعاملهم معاملة مين معاملة لهو النوع الثاني يعني هوا خلينا أكتبكم ملاحظة تضل عندكم عشان سهولة إذا طيب 2 بدي يكون عبارة عن إيش أنا أكتب لكم هوا متل B متل B زائد زائد إذا بدي يكون من متل B زائد إيش زائد البي بي أو بي آي أو شو حكينا جميع عنصر الثالث بيزموت واللد والأس أن التن هذا قصدير وهذا بيزموت وهذا اللد الرصاص هذول الثلاث عناصر صحيح هما من A لكن متخيلهم من هما من B هيك بنكون عرفنا اللي هو طيب طيب نيجي الآن لحساب الشحنة إذا لابد بنوضع الشحنة لللد نكتب لد نفتح أقواس يجب وضع الشحنة والأكسجن بنضيف لإي دي بصير أوكسو عيد كيف أحسب شحنته كم ذرة من اللد واحد شحنتها بنفتر لها X زاد كم ذرة من الأكسجين اتنين ضرب الأكسجين موجود بجروب نمبر ستة شحنته ناقص اتنين يساوي صفر إذن X ناقص أربعة تساوي صفر إذن X تساوي أربعة وبالتالي هم بحط V قبل هم بحط عصان وهو الروماني للشحنة الرابعة يبتر بهذا الشكل I يبني تمام إذن صار الموضوع سلس وسهل بالنسبة لنبدأ نحكي عن شغلة كتير مهم يا جماعة هذا مهم وحفظ مهم حفظ هذا الجزء مهم وحفظ بدك تحفظ إيش بدك تحفظ الصيغة زاعد الشحنة زاعد الاسم تمام هذول حفظ يا جماعة حفظ ومهم يعني مثلا MNO4 شحنتها ناقص واحد تسمى بيرمانجل وهكذا كلهم بدنا نحفظهم بهذا الطريق طيب شو قصة هذا الجدول هذا الجدول منسميه بولي اتوميك ايونز بمعنى هم عبارة عن ايونات بتحتوي على اكثر من ذرة يعني اكثر من ذرة زي مجموعة من الذرات وعليهم شحنة بولي اتوميك ايونز هم عبارة مجموعة من الذرات وعليهم شحنة في بعض الاحيان سموها اوكسو انايونز اوكسو انايونز نفس المسمى تمام هذول حفظ طب شو فايدتهم شو ممكن نستفيد منهم يا جماعة تعالوا احكي لكم شو ممكن نستفيد منهم مثل المثال الاول NAOH بنلاحظ هذا نت بايناري مدام نت بايناري تمام باجي بس ارحال سؤال المقطع الثاني هل هو عنصر واحد ولا اكثر والله اكثر منهم لانه اكسوجين وOH تمام اذا هذول رح لقيهم هون بهذا الجزء كونه مكون من اكثر من ذرة اذا خلينا نتفق الايونيك ممكن انا بيعني هم منوعين بالأصل بس ممكن نخليهم ثلاث تايب 1 هلا بنشوف تايب 2 الخلاصة تايب 1 مثل من ا صح باستثناء الثلاث عناصر البزموث واللد والانتمون تايب 2 يكون مثل من ب زائد واحد من هذول العناصر ب ب اس ان ب ا شو بختلف في التسمية هون يجب وضع الشهنة واتعلمنا كيف طريق حساب هون ما في داع النوع له القسم الثاني بالأيونيك تمام ممكن يكون نان مثل موجود في الجدول الدوري منضف له IDE او واحد من البولي ااتوميك ايو اي الفكرة في يعني زي هو المثل الان اي ممكن تيجي مع السي ال هذا مثل من اي طيب وان السي ال نان مثل وين بلقي ها جدول دوري كيف عرفت لانه عنصر واحد طيب NAOH والله هذا عبارة عن عنصرين اذا هذا بولي اتوميك ايون اي طريقة معرفة انه من الجدول الدوري اطوله ولا اطول اسمه من هذا الجدول اللي هلا حكيت لكم عنه اذا اذا كان مكوّل من اكثر من ذرة القط على اليمين معنا ترح ألاقي اسمه موجود في هذا الجدول اللي اتكلمنا هو من طيب 1 اذا صوديوم بحط شوح نلق لانه من النوع الاول الOH كونه مكوّل من اكثر من ذرة راح نلاقي في هذا الجدول لو دورنا على OH الOH اسمها ايدروكسايد اذا هذا اسمه صوديوم ايدروكسايد تمام مثال اخر MG من النوع الاول نسميه زي ما هو ماجنيزيوم الجزء الثاني هل هو عنصر ولا اكثر والله اكثر من عنصر اذا هذا من لقى الان الجدول اللي شفنا قبل شوي لو دورنا على NO3 راح نشاهد انه NO3 يسمى nitrate اذا من حط اسمها كمان هذا الفرق بين الامثل اللي اخدنا قبل شوي او مطر هون NH4 و SO4 ال NH4 يا جماعة بتلاحظوا هيو موجود هون فبنعتبرو type 1 ولا type 2 اعتبروه type 1 هو الوحيد يعني اذا type 1 القلاصة هو مثل A زائد ال NH4 تمام يعني اذا شفتوا ببدأ بمثل A او NH4 هو اعتبروه نوع اول يعني بذكر الاسم بدون شحنه اما اذا شهدت مثل من B لبنص الجدول او الBB والSN والBR بروح لا وضعش شوفنا لانه بكون من النوع الاخر فالH4 حسب ما شفنا في الجدول هو يسمى امونيوم اي امونيوم هذا بلتكم تحفظوهم يا جماعة حاولوا احفظوهم من اليوم والSO4 هل هو من الجدول الدوري او اجيبه ولا من البوليات كايونس كونه مكون من اكثر من ذرة اذا يقينا رح اجيبه من هذا الجدول اللي طلبنا حفظه وتل الSO4 لو جينا هي هالSO4 هي صلفيت طب ليش هنا قلتلنا لازم تحفظ الشحنة هلا بقولكم ليش لانه هذا البولياتوميك ايونس مثل ما بيجي مع اللي هم عناصر النوع الاول ممكن يجي مع عناصر النوع الثاني يعني مثلا F E S O 4 لان هذا من النوع الثاني كيف عرفنا مثل من بي طب هدول ذرة واحدة ولا اكثر والله اكثر وبالتالي هده رح لقي وين بالجذب الدوري ولا هون لا بالقول يأتو ميك ايونس على كل لان هذا لازم اكتب اسمه ووضع شفنته اللي هيدا رح نحسب ها الآن وبالتالي طب دايج احسب هدو كم ذرة من F E واحد X زائد SO4 ككتلة واحدة كم في من واحد ما بتعامل مش تقولولي اربعة الاربعة مولك للأكسجين هذا بتعامل معك كتلة واحدة SO4 كله مع بعض قطعة واحدة تمام يعني هنا مثلا نطلع هنا NO3 بين قوسين 2 معنا NO3 في من ها 2 هيك بنفهم اذا عندي واحد من SO4 ضرب شفنته لو رجعنا للجذب رح تلاحظ لها ناقص 2 هاي SO4 ناقص 2 فهمت شو فائد الشفنة اذا هنا بحط ناقص 2 تساوي 0 وبالتالي X ناقص 2 تساوي 0 اذا X تساوي 2 فبحط هون شو رح تساوي مثال آخر عشان ننتقل للنوع الثالث مثلا MN أو مناش MN أنا CR CR مثلا بتصعب كمع شوية 2 SO4 ما هو SO4 دعيها SO3 SO3 يوم شوية SO3 x 3 تمام هاي 3 طب هذا من النوع الأول ولا الثاني والله من النوع الثاني ليش لازم نسميه والحط شحنته بالروماني المقطع المقطع الثاني ما نصر واحد ولا أكثر والله أكثر ما أعتقده برحل لجيه بالبولياتوميك آيونز نيجي هون وين SO3 هاي سميه سميه سالفايت 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 سيخدعكم في الامتحان بدي أنتباه هاي الجزئيه إذن هذا يسمى كروميوم هلا بمحط الشحنة ثم سالفايت تمام هاي نيجي نحصل الشحنة الآن كم ضرت CR عندي 2 وقلت 2x زائد لأن SO3 كتلة واحدة موجود في البولياتوميك آيونز يمنه ثلاث إذن ثلاث ضرب لو رجعنا على الجدول شحنته ناقص 2 يساوي صفر إذن 2x ناقص 6 تساوي صفر إذن x في المحصلة ستكون ثلاث إذن بحط هنا ثلاث شحنة ثم كيف يا جماعة طيب بالنسبة للحفظ يعني ممكن أنا يعني أسهل شوية عليكم بس هو لازم تبصموا بصم يعني في النهاية هلا هذول مشبهوا بعض اللي فيه أعلى عدد أكسوجين بيكون بنتهي بATE 8 اللي أقل 8 شوفوا هون كمان هذول العمص بتشابهوا SO4 و SO3 مين اللي فيه أكسوجين أكثر SO4 بيكون 8 سلفيت لSO3 أقل بأكسوجينه وبالتالي بصور سلفايت بهاي الطريقة أنا بكون يعني عرفت هذا الشيء هون نفس الشيء مثلا هيدروجين سلفايت اللي أقل أكسوجين هيدروجين سلفايت اللي فيه أدد أكسوجين لأن ننتقل لنوع الثالث نوع الثالث جماعة هو Binary Covalent Compounds ماذا نقصد بال Binary Covalent Compounds يعني عمصر مكون من أو مركب مكون من عمصرين و لازم يكونه ننتقل فقط إذن هذا مكون من ننتقل فقط مش راح أشوف نهائيا أي مثل يذكر في هذه الصيبة كيف طريقة التسمية طريقة التسمية جماعة لازم أستخدم هذا الجدول هذا الجدول أيضا هذا خاص في النوع الثالث أن المنو معناها واحد Die منها اثنين Try ثلاث وهكذا حتى نوصل ديكا هذا المستخدمه مع النوع مين الثالث اللي هو خليط من Non-Metals خليط من Non-Metals تعالوا نشوف كيف الفكرة الآن CO2 من لاحظة C مش متل Non-Metal كونها تيجي على يمين الجدول الدوري كم ذرة في منها واحدة فالمفروض أقول Mono وأسميها Carbon Mono يعني واحد هلا فرجيتكم من الجدول المونو تعني واحد لأن يجي للذرة الثانية O2 2-ish Die حسب هذا الجدول إذن بقول Die هذا مسميه بريفيكس هذول الجماعة مسميه بريفيكس المعنى بتكون قبل اللي هو الاسم يعني بذكر العدد قبل الاسم Die Oxide لأنه حكينا المقطع على اليمين إذا كان من الجدول الدوري يجب إضافة ID لكن في قاعدة هنا رابعة تحكي لي أنه The prefix Mono is never used for naming the first element إذن إذا كان العنصر الأول زي حالتنا هون C1 في منها المونو لا تذكر إذن هذا يقرأ Carbon Dioxide فقط المونو لا توضع للعنصر الأول طيب مثلا CO O هو أنا ما بنضع منو أوكي يعني كاربون طيب الثاني في منها ذرة يجب وضع منو Mono Oxide بصلك يعني المونو إذا كان الأول ما بذكرها أما كان الثاني لازم أحكي نشوف هون هذا Binary مكون من العنصرين والعنصرين Non-Metals وبالتالي بيستخدم أسلوب بريفكسز في عندي ذرة واحدة من السلفر بقول سلفر ثم ست ذرات من الفلور فبقول هكسة وبحط فلورايد IDE هون في عندي تنتين نيترجين وبالتالي هذا بيكون عبارة عن داي إذن هنا تماما إذن في عندي هون ذرتين نيترجين فبقول داي نيترجين داي اثنين ثم هاي أربعة الأربعة تترا تترا اوكسال يعني أعتقد هذا النوع سهل إذا تمكنت من حفظ بريفكسز بتكون الأمور سهلة طبعا هذا الفلوت شاد بلخص لهم الأنواع اللي ذكرناه أول إشي binary يعني هل المركب تبعي المطلوب أني أسميه مكون من عنصرين إذا كان الجواب ياس بنتقل وسأل حالي هل في مثل عندي العنصر الأول فلز إذا كان الجواب لا معناته بيكون النوع الثالث راح أستخدم ندريفكسز زي قبل شوية لما أخذنا اللي هو بكون مكون من النون الميتل بستخدم المونو والدي والتراي إلى آخره و لا تنسوا العنصر الأول ما بذكر مونو في بداية أما اللي هو إذا كان ياس يعني فيه يحتوي على مثل بسأل حالي هل هذا المثل يعني فيه أكثر من شحنة إحنا لخصناه بطريقة ثانية يعني هل هو بداية الحالي السؤال هل هو مثل من بي أو واحد من هاي العناصر بي بي أو بي آي أو أس أن إذا كان الجواب نعم معناته هذا عندي نوع ثاني وأنا يجب وضع الشحنة في الرموز الرومانية زي ما شفنا ونقدر أنه نحسبها وإذا كان لا مش من هذول يعني بدي يكون من مثل من اين إكسبت العناصر الثلاثة دور وبالتالي بدي أسمي الانفريز كما هو وما في داعي أنه أذكر الشحنة تمت ما راح أضيف الشحنة تمت في التسمية فهذا ملخص اللي حكنا بس إحنا عدلنا على السؤال الموجود بأعتقادي أسهل هذا أيضا يعني الطريقة أعام يعني جدول أعام من اللي حكنا باختصار هذا خاص في البايناري يعني هلا اللي مرينا عليه هو خاص فقط في البايناري بايناري يعني مركب مكون من عنصرين فإذا كان مكون من عنصرين هاي أقول لك ارجع للجدول السابق اللي أخذناه قبل شو إذا كان مش بايناري يعني فيه أكثر من عنصرين معناته أكيد بيحتبى على بولياتوميك آيونز الجدول اللي طلب منكم تحفظوه مع شحنة واسمه فإذا بيحتبى على بولياتوميك آيونز منسميه ومنستخدم نفس البروسيجر السابق يعني إذا كان مثل من ايه بسميه زي ما هو والبولياتوميك بجيبه من الجدول تحفظوه تحفظوه إذا كان من نوع بي أو بي بي أو بي آي أو أسان فأنا يجب وضع الشحنة بسمي البولياتوميك زي ما ورد في الجدول تمام إذا ليس بيقولي أتوميك آيونز هلا راح نشوف شو القصة تمام اللي هو راح نتحدث عن الاسد هذا هو المنزل لتحفظ 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 طبعا هذا يعني هنا قصده انه مش مطالبين فيها ومش ومش علاقة فيه يعني اللي هو بنروح للاسد يعني برأيي أنا اللي هو النوع الرابع اللي اتكلمنا عن نوعنا بالبداية قلنا انه في عندي أربعة أنواع من التسمي خلصنا من ثلاث البايناري قصلناه قسمين أو ثلاث زي ما بتكم يعني وعشان يقول لكم مرات بسموه ثلاث أو اثنين يعني بيطلعوا بالمجموعة خمسة يمكن البايناري بس إحنا يعني لو ننقصه بطريقة منظمة أكثر هلا حسب الجدول بايناري آيونيك بايناري آيونيك وبديكون من مثل côtيني بايناري آيونيك لكن بديكون من مثل بيا 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 أو بيا ايه الص هاي نوع الثاني هاي نوع الثالث vogاليكون عندي للغاية السيبر اللي هو الـ Covalent Binary Covalent Compound اللي هو بيكون Non-Metals عبارة من مزيج من Non-Metals وهم يستخدم Mono وDry وTry هذا النوع الثالث النوع الرابع اللي هو الأسد الآن نتكلم عنه كيف بدأ يميز الأسد عن الأنواع الثلاثة اللي ذكرناه يبدأ الأسد يبدأ بهايدروجين يعني مثال عليه HCL ملاحظه أول اللي هو عنصر بكون الهايدروجين هكذا يستدل على وجود الأسد إذن الأسد دائماً يبدأ بهايدروجين طيب كيف الطريقة يا جماعة؟ كيف السبيل أو الطريقة يعني السمام فيه أنا بلخصكم هيا بثلاث طرق الطريقة الأولى طبعاً إذا كان أسد الطريقة الأولى إذا المقطع المقطع اليمين ينتهي بIde مثل هنا مثلاً 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 المثال هلا أخذيه السيال كلورايد صح؟ كلورايد إذا انتهى بIde بحذف lide وبحط هايدرو يعني هنا مثلاً فيه عندي مقطع صح؟ مشو كلورايد أو برومايد أو فلورايد أو أكسايد بحذف هذا هو فبحط هايدرو ثم المقطع بدون lide ثم بحط إك أسد خلينا نأخذ مثال عشان نفهم الفكرة أكثر هلا هذا كلورايد تشيلوا lide فبصير اسمه lide هايدرو شو ضل بدون IDE كلور خطه هون كلوريك أسد هايد وكلوريك أسد مثال ثاني HCN هلا هذا أسد لأنه ببدأ بـ H هذا راح أعجيه بالبولياتوميك أناونس أو آيونس وهذا اسمه سيانايد لو رجعنا للجذب اللي طلقت منكم تحفظوه يعني ينتهي بـ IDE إذا نصير اسمه هايدرو ثم بحط المقطع بدون IDE سيان وبركب عليه إك أسد والأخير هتشت و أس كمان نفس الشي حيث الاس هي سالفايد إذا تنتهي بـ IDE فبصير هايدرو سالفاريك أسد الآن بالحقيقة عدلنا شوي بس عشان نحسن اللفظ بصية بالمجمل وقاعدة هاي الثابت وكونوا امتحانكم MCQ فالأمور بتكون بالنسبة لكم جيدة ما في هاي مشكلة طيب الآن يا جماعة النوع الثاني من الأسدز إذا انتهى المقطع اليمين لـ ATE ATE الحالة ها شو بعمل؟ بحذف الـ ATE وبحط اللي ضل منه هون الاسم ثم بحكي إك أسد بدون هايدرو إذا الهايدرو خاصة لما يكون المقطع الهليمين ID تمام؟ مثال HNO3 الـ NO3 هو بولياتومك يسمها نايتريت إذا الجدول للطلاق منكم تفضوا بحذف الـ ATE وبضيف عليها إك أسد إذا نايتريك أسد H2SO4 الـ SO4 سل فايت يعني اين؟ ايت بحذفها بحذفها بصير سل فاريك أسد بدون هايدرو كمان مرحة إذا الـ IDE هو اللي بياخد هايدرو هو إك أسد هنا ATE يعني اللي بياخد إك أسد فقط هو النفس الشي HC2 H3O2 هذا راح ألاقيه بالـ Polyatomic اسمه أسيتيت ينتهي بـ ATE وبتبسط اشطب الـ ATE وبحط إك أسد أسيت إك أسد واضح يا جماعة أما النوع الأخير في الأسدس اللي هو إذا انتهى المقطع الثاني إذا انتهى بـ ATE منحذف الـ ATE ونأخذ المقطع اللي ظل ونحط عليه OUSS يا نفسها ذاك بس لأنه ITE منحط OUSS الس فالأنواة 2 هاي نايترايت مش نايترايت نايترايت بحطة في الـ ATE وبركب عليها OUSS إذا نايتراس أسد هاي اسمها سلفايت بحطة في الـ ATE بحطة لها OUSS CLO2 هذه يسمها كلورايت خلق بصير كلوراس أسد يعني أتوقع هاي الأمور بتكون يعني منظمة وسهلة وهي فلوت شارد حتى ينظم عملية اللهم الأسس فرعاننا ببساطة بلخصكم بدل كل هاد إذا كان المقطع العلميين بنتهي بـ IDE يحول له لأن هاد الجزء الأول مثل فلورايت ومايت إلى آخرين يصير عفوا هايدرو يصير الاسم هايدرو ثم المقطع ثم إك أسم إذا كان المقطع لها اليمين ينتهي بأي تي إي طبعا هذا الكل من نشطبهم يصير المقطع ثم إك أسم بدون هايدرو إذا كان المقطع لها اليمين ينتهي بأي تي إي نحن نحذف أيضا هاي وصير أو يو أس أس هاي خلاصة الاسم هاي بترجعوا لهذا طبعا يعني أنا لخصركم هاي بطريقة مختلفة هناك تدريبات على كل الأنواع اللي أخذناه يعني لو مرنا على هذا مثلا هذا يعتبر بايناري لا مش بايناري لأنه مكون من ثلاث أناصر لكن هذا من النوع الأول والسبب أنه يبدأ بمثل من A مثل من A وبالتالي هنا نسميه كما هو ما بحط شحنته اسمه بوتاسيوم هلا هاي كونها تحتب على أكثر من أمصر رح أجدها بالبولي أتوميك أنايوم اسمها نايتريوم فلس لأن هون TiO2 هلا هات مثل من B نوع تاني تالي هون يجب وضع الشحنية فأكتب اسمه تيتانيوم لازم أحط شحنة هلا بأنه يحسبها ثم الأكسجين هذا أنصر واحد فأضف له ID كحساب شحنين الآن التيتانيوم أو Ti موجود منه واحد شحنته مجهولة X زائد عندي ذرتين من الأكسجين ضرب شحنة الأكسجين كونه بالمجموعة السادسة ناقص 2 إذن X ناقص 4 ساوي 0 0 إذن X تساوي أربعة إذن المفروض هو على فترة أنه قرأنا السؤال أنا أعصب ويتشوف The following compounds is named incorrectly يعني مين من الأسماء هاي تم تسميته بتسمية خاطئة وهاي سبحان الله بليان معنا للحاله لأن الشحنة مش اتنين الشحنة أربعة فالمفروض الاسم الصحيح لهذا المركب Titanium 4Oxide لأن الشحنة أربعة وليس 2 زي ما فرجناه نشوف اللي بعده الآن SNOH by 4 SN هو مثل من إيه بس من ضمن إيش type 2 ننتبه لأنه هذا من ضمن الأشياء اللي اتفقنا عليها type 2 وبالتالي هذا لازم نحط له شحنة لأن اسمه 10 والأواتش هي راح ألاقيها بتبرياتوميك أنايونز اسمها hydroxide بل عليه أحسب الشحنة تبعته فأنا نتحقق منها الاسأن فيه منه واحد X زائد يندي أربعة ذرات من الأواتش ضرب شحنة الأواتش ناقص واحد حسب البولي أتوميك أنايونز إذن X ناقص أربعة تساوي صفر إذن X تساوي موجب أربعة وبالتالي حاطة أربعة إذن الاسم سليم مئة بالمئة نشوف هنا هذا ننمثل مثل هذا النوع الثالث بس تخدم البريفكسز mono, die, die الآخر تمام وبالتالي المونو ما بحطها للأولى فبسميها زي ما هي فوسفورس ثم خمسة بهي بنتا بروماين آخر مثال C A هو من مثل A إذن هذا من النوع الأول ما بحط فيه إزداعي أحط شحنة اسمه كالسيوم CRO4 منلاحظ أنه أكثر من ذرة أو التالي هذا بولي أتوميك أنايونز فمنلاقيه بالجدول نسميه كروميت هيك منكون وصلنا لنهاية هذا الشابتر إن شاء الله راح نحللكم أسئلة عليه أكثر ونعطيكم زي كمية يعني من الأسئلة وافية إن شاء الله من باب التنبرين والتدريب أكثر على هذا الأنماط من الأسئلة باعتقاد هذا الشاتر نوع ما هيا لي يعني إن شاء الله أنكم راح تستفيدوا منه وتحصلوا علاماته بشكل مثال إن شاء الله نراكم بإذن الله في التشاترز اللاحقين مع تسجلات إضافية بإذن الله تعالى أي سؤال ملاحظة استفسار لا تتردد دائما وأبدا إنك تتواصل ما هي أنا شخصيا الدكتور مصطفى أو إنك ترسل رسالة للميديكا تيم اللي هو بدوره راح يوصل للشيء اللي بدكيا أو هو ممكن من خلالهم تستطيع معالجة المشاكل اللي ممكن تظهر عندك إذا كانت مشاكل تقنية هذا للي مسجلين معنا بالكبس للي مش مسجلين معنا نتمنى يقينا أن تكونوا موجودين معنا وهذا فخر إلنا شرف إلنا طبعا وبإذن الله ستجدون ما يسرقه يعني بتلاحظوا الأسلوب بسيط نبسطه سلس سهل ما فيه تعقيدات نعطيك أبسط الطرق الممكنة هلأ في بعض الأحيان ممكن أعمل أنا بعض التعديلات تصبيتات هيك بحيث إنه أعطيك زبدة خبرتي يعني لاحظ أنا تشارت هذا الفلو تشارت اللي شفتونه شوي قبلت بعض التعديلات عليه بحيث يبسط لك أنواع الأسلوب أو الأنواع اللي قبل بالأسماء نراكم إن شاء الله على خير بالتوفيق وقدمتم بود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته